من الواضح أن الأطراف الدولية ليس لديها الرغبة في الاستجابة لأي مطلب ما لم تتحقق مطالبها هي المطالب كما تفضل التقرير زميلة لينا هو ضرورة تكويل حكومة مدنية ذات مصداقية وهذا الطلب على الرغم أنه مطلب كل سودانين لكنه عسير أيضا على التحقق الكل يطالب بحكومة مدنية بما فيها المكون العسكري يريد أن تتشكل حكومة مدنية ليسلمها زمام السلطة لكن هذا الطلب من الواضح أنه عسير جدا على التحقق لأنه كل كتلة سياسية أو كل قوة سياسية لديها تصور ذهني معين للحكومة المدنية ذات المصداقية وبالتالي ما لم تحدث تنازلات من هنا وهناك فمن العسير جدا الالتقاء على نقطة وسط هناك أيضا ملمح لابد من الإشارة إليه هو أعتقد أنه من المخزي والمعيب أن ترتبط قضية الديمقراطية وقضية الحكومة المدنية التي تلبي تطلعات الشعب السوداني بالمساعدات المالية هذا مطلب أساسي قضية يصار إلى تحقيق إرادة السودانيين هذا مطلب السودانيين قبل أن يكون مطلب الخارج ولا يحتاج السودانيين أن يلوح إليهم بالجزرة من أجل التحقيق هذا المطلب لا بد من الإشارة أيضا إلى أن قضية المساعدات المالية بواسطة المجتمع الدولي تم بذلها مرات عديدة في عدد من المناسبات وكان الإخفاق وكان عدم الوفاء بهذا الععد نحن نذكر أنه عند مفاوضات التي تمت بين الحركة الشعبية التي الآن تحكم جنوب السودان وبين الحكومة المركزية في السودان قبل انفصال الجنوب كانت هناك وعود بأن يتم إعفاق كامل الديون السودانية بمجرد التوصل لأتفاق سلام ولكن هذا الميتحقق